اشتركوا في القناة سأعجبكم الآن سأعجب المقادر سرائح الدجاج علبة المعلب القليل من الفرماج الأحمر ملعقة كبيرة من الزبدة ملعقة كبيرة من القصب ثواب الملح إبزار سلطة الصجا وكريمة ونضع بودرة التوم سوف نرفق الأكل مع سلطة الأرز والدراء والجلبانة لدي هنا زلفة الروز اللي سلقتها مع ملقة الزبدة وملح يبزار علبة الزبدة وعندي القليل من الجلبانة اللي سلقتها بمليحة الزبدة 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 قليل من زيت المائدة لذلك سوف نضخن الزبدة وضع ونضخن ونضيف الزبدة ونضع 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 الزبدة 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 تمد حمر وتحمر وما تعرف وتحرم الزبدة الزبدة الم fer bon الزبدة الزبدة لا تكتروا الملح لان صلصة صوجة ملحة و الفرماج الاحمر ملح الآن سنضيف غير قليل من الملح لا تكتروا بكثير لدي نصف ملعقة الابزار و ملعقة البودرة التوابير الآن سنضيف التوابير يتشحروا جيدا مع صدر الدجاج والفطر الآن سنضيف القزبورو مع دنوس نضيف القزبورو مع دنوس الآن سنضيف ملعقة كبيرة لديك سلصة صوجة لديك سلصة صوجة اللون البني لديها الاوكلة لون البني أنا قادرت أغامل العقة كبيرة لأنني هذه الاوكلة دي راغل تكفيل ثلاثة الاشخاص انتوما بالنسبة لك انتو كتار كتضاعفوا المقادر كتضاعفوا صدر الدجاج وكتضاعفوا الفطر هنا قدرت كسدية الكريمة إلا ما تفرج لكم غتعودوها بجوج ياغور طبيعي كتجي الصراحة الكريمة أحسن ولكن إلا ما تفرج فعلش اللامة نجلاشي بالياغور الطبيعي ونجربوا هاد الأكلة اللي كتجي الصراحة زوينة كنقلبوا مزيان هاد الكريمة مع توابل كذلك حتى كتبدأ كتغلي وحتى الآخر هاد كنضيف القليل من الفرماج وما تخليوش الكريمة التبخ مزيان باش ما تعقدش لكم وما ديش حنا الآن معنا هو تبقى ديك الصلصة هكا كنتلوقها شوية فهاد الأثناء بعدما كتشوفوا رابطاتك التبخ نخليوها تقريبا 1-5 دقيق الآن زد القليل من الفرماج الأحمر كيفما قلت لكم إلا توفر لكم قد اعتددك التاليكة إلا ما توفرش فماشي ضروري هذا غي اختياري غيزته سوف نقلبوها كبيد ميدو بذلك الفرماج وتويد جنس مع هذه الأناصر سوف نتفعو عليها النار كيفما قلت لكم لا تبلغوش في الطبخ في الكريمة باش ما تحتاج وانا راني درت كريمة ديال الطبخ إلا ما توفرش ديرو جوجيا غور طبيعي حتى وراكي جيزوين سوف نتفعو عليها النار سوف نحضرها في الطبخ التقديم هنا كيفما تشوفوا الأكلة ديالي راه واجدة رافقتها مع السلطة ديال الأرز والدروج جلبانة والفريت والدروج جلبانة والدك الأرز راني درت معهم ملعقتان كبيرتان من المايونيز كنتمنى أن هاد الأكلتنا الإعجاب ديالكم وغادي تعجبكم إن شاء الله كنتمنى أنكم تبرتجوها مع الأصدقاء والحباب تدعموني بلايكو بلايشترك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناة ديالي ركضي هاد الأكلت صراحة زوينة زوينة بزف معلك كيفما كتشوفو غير من الطبق ركتبان زوينة كنتمنى أنكم تزربوها وتردو عليها في كومنتر كيف شجتكم بصحة ورحة وإلى اللقاء